نروح لأخبار النادي الأهل النهاردة ومحمد محمود لعب النادي الأهلي أجل حسم رحيله عن النادي في الفترة اللي جاي خصوصا أنه لسه بدر شوية على نهاية الموسم حوالي خمس شهور وده رغم أنه جاله عروض كتير من بعض عندية الدولة اللي تكلمت معاه وعايزاه في آخر الموسم لكن محمد محمود مش عاوز يتكلم دلوقتي لحد ما يشوف موقف موسماني معاه إيه وهياخد فرصة ولا لأ ده محمد محمود بيسو موسماني مدارب الأهلي طلب عودة مين بقى؟ أحمد رمضان بيكهم ومحمد شكري المعارين لنادي سموحه بنهاية الموسم الجاري ده طبعا بعد تقلقهم في الفترة الأخيرة شكري لما يرجع هيكون بديل للتونسي علي معلولي زي الأيسر وده بعد اقتراب محمود وحيد من الرحيل في نهاية الموسم الحالي بيكهم من اللعبين اللي موسماني عايزهم يرجعون عايزهم جدا عشان شايف أنه يقدر يستخدمه في ناحية اليمين وفي مركز المدافع نادي فيوتشر بدأ الحديث مع رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي للتعاقد معاه في نهاية الموسم وده بعد ما النادي عرف أن موسماني مدارب الأهلي ملوش رغبة في استمرار الربيعة خلال الموسم الجديد وقال مصدر لنا أن ساعد سمير مدافع الاهلي المعارل فيوتشر بيحاول يقنع ربيعة بالموافقة على عرض فيوتشر عمر بسيوني مدير التعاقدات في النادي بيراميد تواصل مع أحمد يحيا وكيل محمود كهرباء للتعاقد معه في الفترة المقبلة أحمد يحيا عرض الأمر على كهرباء كهرباء رفض العودة لمصر لأي فريق غير النادي الأهلي كهرباء مستني عارضه مع فريق هطاية تركي تخلص عشان يشوف موقف موسماني من عودته أعتقد كهرباء عايز يكمل في النادي الأهلي أعتقد يعني أماد النحاس مدارب التحادس كندري بدأ يتدخل لدى الأستاذ محمد مسرحي رئيس النادي اللي عفو عن حسام عشور مع قياب اللاعب بالاعتذار عن مسألة شكه النادي بسبب مستحقات متأخرة النحاس عايز أستفيد من وجود عشور مع الفريق لأنه محتاج كل اللعيبة الفترة اللي جاية نقطة بقى على حسام عشور نوقف أخبار لحد ما أتكلم على حاجة على حسام عشور حسام عشور هو لاعب تاريخي كبير جدا للنادي الأهلي هو واحد من أعظم اللاعبين الحقاء وإنجازات وبطولات وأرقام قياسية كبيرة مع النادي الأهلي في رأيي وأنا قلت الكلام ده قبل كده هو ما اخترش الطريقة الأنسب أنه يرحل بيها عن النادي الأهلي طريقة كان ينقصها الكثير من الزكاء الفني وزكاء الموهبة عمل حاجات كتير عظيمة مع النادي الأهلي لما جي يخرج من النادي الأهلي ما خرجش بطريقة زكية دلوقتي هو بيلعب مع فريق جماهيري كبير هو نادي الاتحاد وأنا رأيي برضو أنه لو عايز يخرج من نادي الاتحاد يخرج بطريقة سلمية زكية حرام لاعب بكل هذا التاريخ وكل هذه الإنجازات وكل شوية يعني يخسر بعض من جماهير الأندية دي مش هقول كل الجماهير يخسر جزء من جماهير الأهلي يخسر جزء من جماهير النادي الاتحاد حرام حرام عليه نفسه أنك بعد كل المشوار العظيم ده عظيم مشوار حسام عشور مشوار عظيم جدا جدا حرام ينتهي عارف أنت كده اللي هو إيه بفتور كده ما تحسش أن حسام عشور موجود أن حسام عشور ما يبقاش موجود في الصورة بشكل كبير ده لعب من الأسماء بقولك التاريخية في تاريخ النادي الأهلي لازم لما يخرج او يعتزل او يبطل كورة يخرج بالشكل الذي يليك بهذا التاريخ العظيم ليه سواء على مستوى البطولات او عدد المباريات او عدد المشاركات عشان هو يستحق انه يبقى في مكانة افضل بصراحة